السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيعتبر الإجهاد الحراري مشكلة رئيسية في صناعة الدواجن مشكلة بتؤثر على الصحة والأداء الإنتاج للدواجن ولو جينا نشوف تعريف الإجهاد الحراري فهو حالة بيكون فيها الدجاج غير قادر على الحفاظ على التوازن بين إنتاج حرارة الجسم وفجدان الحرارة وبينتج الإجهاد الحراري عن تفاعل عوامل مختلفة زي ارتفاع درجة الحرارة البيئية والرطوبة والحرارة المشعة وسرعة الهواء وارتفاع درجة الحرارة المحيطة ولو انتقلنا لأسباب الإجهاد الحراري في الدواجن فالإجهاد الحراري بينتج من التوازن السلبي بين كمية الطاقة المتضفقة من جسم الطائر إلى البيئة المحيطة وكمية الطاقة الحرارية اللي بينتجها جسم الطائر وبيرجع حدوث الإجهاد الحراري لمجموعة أو خليط من العوامل البيئية والعوامل الخاصة بالطائر نفسه وقد يعود الإجهاد الحراري إلى عوامل خاصة بالطائر كنوع الطائر ومعدل التمثيل الغذائي وميكانيكية التنظيم الحراري وقد يعود الإجهاد الحراري إلى عوامل بيئية زي ضوء الشمس والإشعاع الحراري والرطوبة ودرجة حرارة الهواء وحركة الهواء كمان عدم اتباع الأنظمة الصحيحة في التصميم الداخلي للعنابر في التهوية بتؤدي لنقل الهواء الساخن والراكد بين الطيور داخل العنبر وبالنسبة لدرجات الحرارة المناسبة للطائر فالكتاكيت الصغيرة بتحتاج لدرجة حرارة مرتفعة بتتروح من 35 ل40 درجة مقوية خلال الإسبوع الأول من حياتها وده بسبب ضعف تطور الهايبوسالمس وده جزء في المخ مسؤول عن التنظيم الحراري في بداية حياة الكتاكيت أما بالنسبة للطيور النطجة فبتحتاج لدرجة حرارة من 19 ل24 درجة مقوية وكل ما تزيد درجة الحرارة عن كده بدرجتين بيزيد استهلاك المياه لكن لو ارتفعت أكتر من 40 درجة مقوية فأنت بتعرض الطيور للموت نتيجة الاحتباس الحراري وفي بعض الأسباب بتجعل الطيور أكتر عرضة للإجهاد الحراري أهمها غياب الغدة الدركية كمان معظم الجسم مغطى بالريش وارتفاع درجة حرارة الجسم نفسه مقارنة بالأنواع الأخرى اللي بتصل ل40 درجة مقوية ووجود طبقة دهنية تحت الجلد بيقلل كمان من فرصة فقد الحرارة وبالنسبة لتأثير الإجهاد الحراري على سلوك الدواجن فالطيور أما بتتعرض لدرجات حرارة مرتفعة فهنا الطيور بتلجأ لبعض السلوكيات كمحاولة لتخفيف العبء الحراري الواقع عليها ومن السلوكيات دي فقدان شهية واستهلاك كمية أقل من العلف وبالتالي نقص في معدلات التحويل الغذائي ويشرب كميات أكبر من الماء ويرفع الأجنحة واللهس والرقاد والخمول وقلة الحرقة وبالنسبة للتأثيرات الفيسيولوجية للإجهاد الحراري في الدواجن واحد الضغط التأكسودي اوغزيتف استرس بيعتبر من ضن الاترابات الفيسيولوجية اللي بيحدث بسبب الإجهاد الحراري وبيكون في صورة زيادة في الشكوك الحرة وبيكون له أضرار بالغة على مكونات الخلية في جسم الطائر لذلك هو مرتبط بحدوث اضطرابات صحية وانخفاض في معدلات النمو والإنتاج اتنين عدم توازن الحمض القاعدي Embalance Acid Base بتتميز الطيور بعدم وجود غدة عرقية بالإضافة أن الريش بيغطي معظم أجسمها لذلك هي بتحاول تخفيف درجة حرارة جسمها عن طريق اللهس اللي هو البانتينج أثناء اللهس بيزيد إخراج كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون وده بيؤدي لزيادة حمضية التمثيل الغذائي وبيترتب على كده في النهاية انخفاض الأداء الإنتاجي للطيور ثلاثة نقص معدلات هرمون السيروكسين اللي بيفرز من الغدة الدركية وبيلعب دور مهم جدا في عمليات التمثيل الغذائي والنمو أربعة بيحدث تقليل الجليكوجين في العضلات وزيادة في معدل التنفس وتوسيع الأوعية الدموية الترفية وزيادة العصبية لدى الطيور كرد فعل فيسيولوجي لمواجهة الإجهاد الحراري وبالنسبة للتأثيرات السلبية للإجهاد الحراري على المناعة والحيوية من المعروف أن الإجهاد الحراري بيقلل المناعة في الدواجن وبالتالي انتشار أمراض الدواجن المعدية زي مرض النيوكاسل والجنبورو واتضح أن الأعضاء اللي لها دور مناعي في الجسم هي الطحال والغدات تايموسية والأجزاء اللينفاوية الأعضاء دي بتتأثر سلبا في الطيور اللي بتعيش تحت ظروف الإجهاد الحراري كمان من التأثيرات السلبية للإجهاد الحراري هو انخفاض نسبة الأجسام المضادة وانخفاض خلايا الدم البيضاء في الطيور المجهدة حراريا مما يؤثر سلبا على هذه الطيور وبيجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وده طبعا بيؤدي لزيادة العبء الاقتصادي على المربي كمان من التأثيرات السلبية للإجهاد الحراري هو زيادة معدلات النفوق وبالنسبة للتأثيرات السلبية للإجهاد الحراري على الصفات الانتاجية لو بدأنا بتأثير الإجهاد الحراري على إنتاج اللحم والنمو بيؤثر التعرض المزمن للحرارة سلبا على ترصب الدهون وجودة اللحم في دجاج التسمين وده بيعتمد طبعا على السلالة وانخفاض التركيب الكيميائي للحوم وجودتها في الطيور وقلة نسبة عضلات السدرة وزيادة نسبة عضلة الفغدة ومحتوى البروتين بيقل نتيجة التأثير السلبي على جليكوجين العضلات وترسيب الدهون بيعلى نتيجة إفراز الجسم لهرمون الكورتيزون في محاولة طبعا لمواجهة الإجهاد الحراري وانخفاض وزن الجسم وزيادة في معامل التحويل الغذائي وبالنسبة لتأثير الإجهاد الحراري على إنتاج البيض بيؤدي الإجهاد الحراري إلى قلة استهلاك العلف وبالتالي انخفاض وزن الجسم وانخفاض كفاءة التحويل الغذائي وبالتالي انخفاض إنتاج البيض وجودته وقمته الغذائية وبتؤدي كلة معاملات الهضمة إلى انخفاض مستوى الكالسام والبروتين في الدم وده بيؤثر سلبا على عدد وحجم البيض المنتج وانخفاض الكلسام وزيادة اللهز بتؤثر سلبا على جودة إشرة البيض وبتزيد من احتماليات حدوث الكسر مما يؤدي لوجود خسائر اقتصادية فاتحة وأيضا صعوبة التداول والتخزين وبالنسبة لتأثير الإجهاد الحراري على الصفات التناسلية بيؤثر الإجهاد الحراري سلبا على إنتاج الهرمونات الجنسية سواء الزكورية أو الأنسوية مما يؤدي لانخفاض النشاط الجنسي وانخفاض معدلات الخسوبة وبيكون الإجهاد الحراري مصحوب بانخفاض جودة وتركيز وحيوية الحيوانات المنوية في السائل المنوي للذكور وبيحصل انخفاض في عدد البويضات وانخفاض حجم المبيض في الإناس المعرضة للإجهاد الحراري وده بيفسر انخفاض عدد البيض ووزنه وانخفاض الخسوبة وبيحصل انخفاض في إجودة الإشرة وزيادة احتمالية حدوث الكسر وانخفاض نسب الفاس ونوصل دلوقتي لبجزئية اللي كلكم طبعا منتظرنها إيه هي الإجراءات اللي لازم أتبعها لتخفيف الإجهاد الحراري في الدواجن من أهم الأشياء وهي التحسين الوراسي لأن فيه تباين بين سلالات الدواجن وأنواع الدواجن في قدرتها على تحمل الإجهاد الحراري عشان كده التحسين الوراسي بيعتبر طريقة فعالة في مواجهة الإجهاد الحراري وفيه جينات لازم نذكرها بتزيد من تحمل الطائر للعبء الحراري زي مثلا جين الريش المجاعد وجين الركبة العارية وجين القزمة الجينات دي لازم نستخدمها لإنتاج سلالات ذات إنتاجية عالية لها قدرة عالية على تحمل الإجهاد الحراري وننتقل لبعض الاستراتيجيات المتبعة لتخفيف الإجهاد الحراري عن طريق التغذية لازم نقنن الغذاء بتجنب التغذية في الأوقات اللي بتشتد فيها درجات الحرارة وبيفضل تقديم الغذاء في الصباح الباكر أو المساء وده لتقليل الحرارة الناتجة عن التمثيل الغذائي عند استهلاك العلف وثبت إن التغذية في الأوقات البردة من اليوم بتزيد من الإنتاجية وبتقلل من شعور الطيور بالإجهاد الحراري وبنلجأ للتغذية الرطبة بإضافة الماء للعلف لأن ده بيعمل على زيادة كمية الماء الدخلة لجسم الطائر وتقليل اللزوجة في القناة الهضمية مما يؤدي لمرور أسرع للغذاء كمان بتعمل على تحفيز عملية ما قبل الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الأمعان ويسرع عمل الهضم الإنزيمي للعلف وبتؤدي استخدام التغذية الرطبة في بدار التسمين إلى تحسين استهلاك العلف ووزن الجسم وكمان بيؤدي لزيادة إنتاج البيض وزيادة في وزن بيض التجاج البيض وبنهتم بإضافة الدهون للغذاء باستخدام الأنظمة الغذائية عالية الطاقة فعالة في التخفيف الجزئي لأثار الإجهاد الحراري في الدواجن وأثناء عملية التمثيل الغذائي تنتج الدهون حرارة أقل مقارنة بالبروتينات والكاربوهايدريت لذلك إضافة الدهون في النظام الغذائي إجراء جيد في مناطق المناخ الحرة لزيادة مستوى الطاقة وتقليل الأثار الضارة للإجهاد الحراري وبنهتم بإضافة الأملاح المعدنية والفيتامينات واللي لها فوائد جيدة للطيور وفي بعض الإجراءات اللي لازم ناخدها في الاعتبار عند إنشاء عنابر الدواجن لتجنب الإجهاد الحراري مهمة جداً إن إحنا نحافظ على المساحة المناسبة لكل طائر على الأرضية لأن الكسافة العالية للتسكين بتزيد من شعور الطائر بالإجهاد الحراري والتهوية مهمة جداً للحفاظ على جودة الهوى من حيث الأكسوجين وساني أكسيد الكربون والأمونيا والرطوبة مش بس التهوية مهمة عشان كده بس لا كمان مهمة لضمان حركة الهوى المناسبة داخل عنابر الدواجن لتوفير حركة هوا كافية لفقدان الحرارة بالحمل الحراري في الظروف الحرة كمان وجود مسطح أخضر في محيط المزرعة وزراعة الأشجار بيؤلل من شدة الحرارة حول المزرعة ممكن نستخدم رشاشات لرزاز الماء الخفيف لتقليل الإجهاد الحراري لكن دي بتزيد منه الرطوبة وللتغلب على زيادة الرطوبة بنستخدم معاها المروح وبكده أكون اتكلمت عن كل شيء يخص الإجهاد الحراري في الدواجن يشرفنا الرد على كل استفساراتكم في التعليقات طبعا لو كان الفيديو ده مفيد بالنسبة لك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على كلها عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله كان معكم دكتورة أمني الشامي طبيبة بيترية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة